بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم معاكم مهندس أشرف رمضان إن شاء الله النهاردة هتكلم عن موضوع مهم جدا اللي هو الـ CCTV Riser Diagram هنبدأ نشوف الـ Riser Diagram الخاص بكاميرات المراقبة بالتفصيل هنبدأ نشوف مخطط الصاعد لكاميرات المراقبة طيب كاميرات المراقبة يا شباب كاميرات المراقبة في عندي نوع اللي هو الـ External الخارجي ركز معايا الـ External الكاميرات الخارجية اللي بتركب على الروف أو على ويش المبنى بيبقى معظم الكاميرات دي بيبقى عبارة عن BTZ BTZ Camera تمام زي ما احنا شايفين في الصورة دي BTZ Camera طبعاً الكاميرات دي بتشتغل بنظام IP System BTZ معناها Band Tilt Zoom إن هو بيقدر يعمل زومينج أو تكبير وتصغير في الاتجاه البان اللي هو الأفقي والتيلت اللي هو الرأسي دوم يعني كاميرا تمام دائرية أو مدورة إيه بقى أنا في عندي أول نوع اللي هو IP BTZ Doom Type Camera خلي بالك الدوم تايب لازم يركب معاها عشان موضوع الحركة الأفقي والرأسي تمام دي مواتير بتتحرك عشان تلف الكاميرا فلازم يركب معاها مصدر كهرباء اللي هو 24V AC يبقى أنا بركب معاها جنبيها في سوكت تمام فيش بيبقى في زي محول صغير أو أنا باخد كهرباء AC تمام 24 تمام وبغذي بيها المواتير أو الجزء الميكانيكال بتاع الكاميرا اللي بيعمل الموفمينت يبقى أنا عندي 24V AC جنب الكاميرا اللي هي الكاميرات الخارجية طبعا معظم الكاميرات اللي تبقى موجودة داخل المبنى اللي احنا بنقول عليها الدوم الكاميرات العادية اللي احنا شايفينها وبنشوفها في المبنى اللي هو دوم تايب كاميرا طبعا دي اي بي كاميرا بتشتغل طبعا بنظام الـ Power over Ethernet الـ Power over Ethernet إن هي بتاخد الـ Data والـ Power على نفس كابل الـ UTP بيبقى موجودة عندي طبعا اللي بيربط الكاميرات دي ببعض اللي هو الـ Network Switch ده سويتش تمام ده سويتش خاص بالكاميرات تمام طبعا بيدخل كابل بتاع في الجزء ده اللي تحت وهنا دي كلها عندي مخارج تمام اقدر اوصل كل مخرج منها على تمام على كاميرا يبقى أنا في عندي الـ Network Switch في عندي الـ Network Switch بعد كده بيبقى في عندي الـ Main Server او سيرفر الرئيسي اللي انا ببدأ احمل عليه نظام الـ CCTV واقدر اعمل من خلاله واقدر اعمل الـ Printing للـ Report والكلام ده يبقى أنا في عندي سيرفر في طبعا الـ CCTV Rack بيبقى الـ Rack الموجود اللي انا مركب عليه تمام المين كور سويتش او السويتش او سويتش او مركب في النظام الـ NVR الخاص في الكاميرات في طبعا عشان اوصل بعد السويتش بيبقى في عندي Data Batch Panel زي ما احنا شايفين دي اللي هي الـ Local Area Network في عندي Data Batch Panel بعد ما شوفنا المكونات تعال نشوف احد المشاريع معايا في عندي مشروع كزا Level في عندي Level B اللي هو الـ Basement والـ Upper Basement والـ Lower Basement بعد كده في عندي Level 1 Level 2 Level 3 لحد تقريبا Level 7 وفي عندي الـ Roof Floor طبعا لو احنا بصينا هنا هنبدأ بالـ Roof Floor الـ Roof Floor اللي هو السطح زي ما احنا شايفين في عندي كابل Fiber Optic Cable Fiber Optic Cable ده شباب جاي من تحت هنا من الـ Batch Panel لو احنا بصينا كده ادي الـ Batch Panel Batch Panel بيطلع منها Fiber Optic Cable يروح للـ Switch في كل دور تمام فطلع عندي كابل Fiber Optic على الـ Roof Fiber Optic Cable هنا انا مدي الـ Switchات ارقام في عندي IB Switch طبعا انا مدي الـ ارقام من تحت فده على الـ Roof يبقى ده IB Switch 10 ده ترقيم الـ Switch انا عندي 10 سويتشات لو انزلنا اهو بصينا تحت تاني كده يا شباب هنبدأ IB Switch تمام IB Switch واحد Switch اتنين تلاتة اربعة وهكذا ممكن الاقي في الدور اتنين Switch لحد ما هوصل للـ Roof في عندي فعلا فيه الـ Roof هو Fiber Optic Cable داخل عندي اتنين Switch فيه Switch رقم تسعة وسويتش عشرة طبعا اللي داخل لي الـ Switchات دي يا شباب Fiber Optic Cable مسافات كبيرة تمام وبعد كده بيطلع من الـ Fiber Optic Cable ده بيدخل على الـ Switch وبيطلع من الـ Switch كابلات UTP Cat 6 أو Cat 6A اللي هو احدث شوية وفيه حاليا Cat 7 فأنا هنا في المشروع كنت باستخدم كابلات Cat 6 بيطلع عندي اهو هادي الكابلات زي ما احنا شايفين لـ Cat 6 مثلا هروح هادي الكاميرا الاولانية يبقى انا هاخد IB IB Switch Switch رقم عشرة كاميرا رقم واحد نوعها نوعها BTZ تمام بعد كده هدخل على الكاميرا رقم اتنين الكاميرا رقم تلاتة والكاميرا رقم اربعة عندي اربع كاميرات على تمام الـ Switch اللي هو رقم عشرة في بعد كده عندي Switch تسعة داخل عليه كاميرا تمام كاميرا واحد وكاميرا اتنين وكاميرا تلاتة على Switch 9 تمام طبعا هنا انا موصل اتنين دول BTZ فليهم مصدر جهد 24V AC وكنت موصل على الروف كاميرا داخلية في غرفة على الروف فهي طبعا كاميرا عادية وليست BTZ تمام ركبة على Switch 9 يبقى انا ادي Switchات طبعا في كل Switchات بوصل Switch كباور بوصلها بـ UBS تمام عشان تغذي الباور بتاعي من UBS بحيث لو قطعت حتى الكهربا بيبقى شغال من UBS طبعا هنا برضو بوصل من UBS ادي الكهربا اللي هي بتغذي الكاميرات الخارجية اللي هي 24V AC خلصت الدور اللي عروف باقي الادوار هتبقى في عندي Switch ممكن Switch يغذي تمام يغذي دور او ممكن Switch يغذي دورين جزء منه في دورين ممكن في عندي Switch مثلا زي ده مثلا اهو Switch ده في في عندي ادي Switch خمسة واخد UBS واخد كابل من وبعد كده داخل على الكاميرا اعرف ازاي سويتش سويتش رقم خمسة ودي كاميرا واحد اتنين تلاتة اربعة وكزا لحد كاميرا سبعة هو موصل سبع كاميرات كل كاميرا اخده كابل كات سيكس كابل تمام ورايحه على السويتش طبعا كل سويتش هات زي ما قلنا بتتوصل به UBS على اساس ان هو يبقى فيها كهربا تمام دائمة وبياخد من السويتش يروح بكابل وبعد كده يدخل على الباتش بانيل وبيوصل السيستم ده يا شباب تمام بيوصله بالراك او سي سي تي في راك وبيوصل السيستم بالفيديو منوترينج منجر او جهاز السيرفر الخاص بالسي سي تي في زي ما شايفين كده نظام رايزر دايجرام الخاص بكاميرات المراقبة ده نظام بسيط جدا زي ما شوفنا تاني اهو تمام انا عندي في الكاميرات في عندي كاميرات خارجية تمام كاميرات خارجية خلي بالك في الكاميرات الخارجية اللي هي البيتي زيد اللي فيها مواتير بتعمل موفاب والأفق ورأسي بان تلتزون لازم يبقى في مصدر كهربا 24 فولت اي سي في عندي الكاميرات الداخلية اللي هي دوم الاي بي دوم كاميرا تمام في عندي المكون اللي هو سويتش اللي بجمع عليه كل الكابلات اللي جاي من الكاميرات وفي عندي السيرفر وفيه الراك الخاص بالسي سي تي في وفيه الباتش بانيل اللي بجمع عليها تمام كل كابلات الفايبر اوبتيكس يبقى احنا بنبدأ من توصيلة السويتش تمام او السويتشات بالسيرفر او المانجمينت مع الراك وبعد كده بناخد على الباتش بانيل من الباتش بانيل بناخد على السويتشات من الباتش بانيل الى السويتشات اللي متوزعها فيه الموقع بنستخدم فيبر اوبتيك كابل تمام يبقى من الباتش بانيل لكل سويتشات طالع فيبر اوبتيك كابل بعد كده الروت من من الروت من السويتشات الى الكاميرات بستخدم كابلات يوتي بي هنا انا بستخدم الكات سيكس تمام او كابلات الكات سيكس لكل كاميرا زي ما احنا شايفين كده ادي الكاميرا هي بالتفصيل الكاميرا اخد اي بي سويتش سويتش رقم كام سويتش رقم ستة الكاميرا دي رقم كام كاميرا رقم تلاتة واخد كابل يوتي بي داخل على بورت في السويتش طلع من السويتش رايح للباتش بانيل ومكمل على الراك وبالتالي اكون انا شرحت الرايزر دياجرام الخاص بكاميرات المراقبة وان شاء الله هيكون في شرح لكل انظمة والباور كمان بالتفصيل على القناة ادعمونا بلايك وسبسكرايب وشير على اساس ان احنا نقدر نكمل في عملية الشرح ادعموكم طبعا هيكون سب بورت كبير لنا في الاستمرارية في شرح هذه الانظمة وافادة جميع المهندسين اللي بيشتغلوا في مجال او في مجال الكهرباء او مجال الطاقة المتجددة او الطاقة الشمسية بصفة عامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته